العراق مقبل على أزمة طاقة حادة إذا اتخذت الولايات المتحدة قراراً بعدم تمديد استثناء العراق من تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني في ظل الأزمة السياسية الحالية في العراق وفي ظل عجز حكومة تصريف الأعمال عن اتخاذ أي قرارات حاسمة وفي ظل التصعيد بين واشنطن وطهران على الأرض العراقية والتغيرات الجيوسياسية مع توسع سلطة الأحزاب الموالية لإيران بات العراق يواجه تحديات تتعلق بتأمين إمدادات الطاقة لسيما الغاز والكهرباء أزمة تتعظم يوماً بعد يوم بحسب ما أوردته صحيفة فينانشال تايمز البريطانية الصحيفة تؤكد أن واشنطن حتى إن مدت استثناء بغداد من تنفيذ العقوبات ضد طهران فإن هذا التمديد سيكون مشروطاً ومشدداً ولن يسمح بتحويل العراق إلى بوابة اللوجستية لتداول العملة الأجنبية لإيران إذ أن العراق سيكون مطالباً بتقديم ضمانات بالتخلص التدريجي من الغاز الإيراني خلال ثلاثة أشهر بما يعادل ثلاثين بالمئة من واردات الغاز العراقية وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل سيطرة الأحزاب الموالية لإيران على مقاليد السلطة في العراق تلك الأحزاب التي حولت وزارات الحكومة إلى دكاكين وبؤر للفساد يديرها أقرب الوزراء دعماً للاقتصاد الإيراني بحسب لجنة النزاهة النيابية وبحسب مراقبين فإن الحل يقمن في مواصلة العراقيين ثورتهم وإسقاط نظام المحاصصة واستعادة العراق من أيدي الفاسدين ووكلاء إيران الذين رهنوا القرار والسيادة الوطنية العراقية لدى الإيرانيين وحينئذ يملك العراق قراره ويجد البدائل التي تحقق مصلحة الشعب لا مصلحة النظام الإيراني